نقوم بالعادة بصرف الأدوية لأطفال اضطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه من قبل المختصين نقوم بشرح الأعراض الجانبية المحتملة للأهالي ونقول لهم بأنه في حال حدوث هذه الأعراض الجانبية عليهم التواصل معنا مباشرة كي نقيم الحالة لا ننصح أبدا الأهالي بأن يقوموا بإيقاف الدواء بشكل مباشر من تلقاء أنفسهم أو أن يستشيروا أحدا من غير المختصين نقوم بتقييم الأعراض الجانبية يمكن أن نزيد أو ننقص جرعة الدواء أو يمكن أن نبحث عن دواء بديل كل ذلك يخضع إلى تقييم المختص في العيادة ومتابعة الأعراض الجانبية بشكل فردي لكل حالة ترجمة نانسي قنقر